السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرد اللي بنتكلم فيها عن التمريض عن الهجرة عن كتير شغلات في هذا الفيديو رح نتكلم عن أكثر الأسئلة الشائعة حول الهجرة إلى أمريكا بهجرة القرعة العشوائية فقط أكثر الأسئلة الشائعة حول هذا النوع فقط من الهجرة كثير من الناس بسألوا أنا لو رحت على أمريكا بهجرة القرعة أو بغيرها بنسمع أنه بعطوا الواحد وظيفة وبيت وسيارة وفلوس وعروس ومش عارب شو طبعا هذا كله كله كلام فارغ أمريكا ما عندها مصاري تصرف على هذا الكلام أنت لما تأخذ الفيزا سواء قرعة سواء هجرة سواء عمل سواء شو ما كانت أنت بتأخذ جرين كارت يعني إقامة دائمة وبتأخذ إيش اسمه الورك بيرميت يعني تصريح العمل وبعطوك إيش اسمه الـ Social Security Number زي الرقم الوطني عندنا في الأردن أو الرقم القومي في مصر وبعدها أنت حر فأنت مسموح لك تفوت البلد وتدور على شغل تلاقي الشغل وين تشتغل كيف تقبط قديش هاي مشكلتك إنت كيف بتم الاختيار يعني كيف بيختاروا بين الناس اللي قدموا أول إيش المرحلة الأولى في عشرات الملايين من الطلبات الكمبيوتر بلغي الطلبات الغير مستوفية للشروط طلبات بدون صورة الصورة مش مستوفية للشروط مثلا الخلفية مش بيضة مثلا الصورة مش واضحة مقتصة إلى آخره بعدين بصفيهم بالقرعة عشوائيا بدون أي نوع من أنواع المعايير بصفيهم على 120-130 ألف بعدين ببعت لهم لكل واحد إيميل إنه عندكم مقابلات بالسفارة بتروح الصفارة من كل ثلاثة بيختاروا واحد بصفوا هذول على 55 ألف 56 ألف 57 ألف بهذا الحدود في ناس كثير بيسألوه كيف ممكن أحسن أو أزيد فرص أو احتمالات قبولي في هاي القرعة هاي اسمها هجرة قرعة عشوائية يعني أنت زي اللي بلعب بالنرد ممكن يطلع لك رقم واحد ممكن يطلع لك رقم ستة ما فيش طريقة بالدنيا أنك تحسن فرص قبولك لأنه أصلا الموضوع عشوائي يعني هم مش زي كندا أو أستراليا نظام نقاط كندا مثلا أنت معك دبلون بعطيك نقطتين بكالوريس ثلاث ماجستير أربعة عمرك مثلا بالعشرينات بتخل نقطة بالثلاثينات كذا بالأربعينات كذا فكل ما جمعت نقاط أكثر بتسافر أسرع أمريكا ما فيها هذا النظام أنا بقول لك تعالوا جبوه لمائة ألف باتين ألف وأنا بخطر عشوائي بإيهك بلعب فن ملك كتابة حرفيا كتير ناس بفكروا أن كل اللي بدهم ينقبلوا رحوا يروحوا على مدينة معينة أو ولاية معينة ما رح يجبروك على مكان معينة أنت بتنزل في أي مطار بعدها بتقرر تظلك بنفس الولاية أو تروح على مكان ثاني خصوصا إذا في ناس بتعرفهم أهم سؤال أكثر سؤال بتكرر لو أنا خاطب واتجوازت بعد القبول بالهجرة أو أنا مثلا متزوج جديد وإجاني ولد بعد القبول بالهجرة كيف بدي أخذ زوجتي أو كيف بدي أسجل أو أضيف المولود الجديد في طلب اسمه DS260 بتعبيه قبل الهجرة ولو صار معك أي تغيير على الحالة الاجتماعية سواء انتقلت من أعزب إلى متزوج أو من متزوج إلى أب لطفل مثلا بتقدر تضيفه فيما بعد لو أنا مصري وعلي خدمة الجيش أو أنا طالب جامعة سنة رابعة أو سنة ثالثة بقدر أقدم نعم تقدر تقدم قول لي ليش قول لي ليش ليش أنت كمصري خدمة الجيش سنتين ولو قدمت اليوم وانت ضامن القبول راح تسافر بعد سنتين فبتخلص جيشك وبتسافر لو أنت في الجامعة باقي لك ستة شهر سنة سنة ونص وبتخلص جامعتك قدم من هون لما تقدم وتنقبل وتجهز شنطك بدك تسافر بكون صار لك ستة شهر متخرج نصيحة نصيحة لو عندك مشاغل لو عندك شغل لو عندك بزنس لو وضعك مرتاح لو أنت مش محتاجي الهجرة بأي طريقة لا تقدم وتنخل مكان واحد قاعد بيموت من الجوع أو في عنده سبب مقنع أنه يطلع من البلد أو سبب مقنع أنه يدخل أمريكا كثير من الناس بكون عنده 15 مصنع و20 دكان ومأجر 80 شقة ومشغل 90 تاكسي وبقول لك يلا زيادت الخير خير إذا زبطت زبطت ما زبطت إحنا أصلا مش محتاجينها لا مش محتاجها لا تقدم لأنه في ناس بقدم وبوصل أمريكا بقعد فيها يومين ثلاث بعدين بيقول لك بدي أرجع أراعي مصالحي بيغيب سنة إذا دخلت أمريكا ممنوع تغيب عنها أكثر من 6 شهر أول مرة 6 شهر يوم التغت إقامتك ترجعش على أمريكا طول العمر أهم سؤال لو أخدت هاي الفيزا متى؟ أخذ الجنسية الأمريكية في هجرة القرعة العشوائية الجنسية الأمريكية بعد 5 سنوات في ناس بتفكر أنه الخمس سنوات هذول لازم تظل جو أمريكا الخمس سنوات كلهم القانون بيقول لك لازم خلال الخمس سنوات تقعد جو أمريكا سنتين ونص على الأقل بعد الخمس سنوات ما يخلصوا بمسك جوى السفر بشوف ختم الدخول وختم الخروج أكم مرة غادرت أمريكا وكل مرة قديش قعدت إذا مجموعة الفترات اللي جلستها جو أمريكا سنتين ونص تأخذ الجنسية أقل من هيك لما يصيروا سنتين ونص تيجب تأخذ الجنسية يعني مسموح لك تطلع من أمريكا خمس مرات كل مرة ستة شهر إلا يوم ستة شهر ويوم خليك برة ترجعش لو أنت رحت هناك تزوجت أمريكية بتصير الجنسية بعد ثلاث سنوات بس لازم تكون داخل أمريكا بطريقة قانونية وبعدين تطلع تخطب أو تكتب كتابك وترجع لم شمل وهي رح تزيد سنة عليك فنصيحة مدام طلعت بفيزا لا تنقل على فيزا تاني بتضيع وقتك عالفادي في ناس بتسأل شو بتستفيد أمريكا من المهاجرين طبعا تستفيد أول إشي بيشتغلوا وبيبنوا البلد رقم اثنين بيدفعوا ضرائب للحكومة وللولاية انت رح تيجي مش بس تكبض مصاري فيه 18 أو 20 أو 22% ضريبة للدولة بتختلف من ولاية للثانية يمكن يكون ولادك صغار لما يكبروا رح يدرسوا في الجامعات والجامعة غالية جدا والجامعة تدفع ضرائب للحكومة فانت برضو خليت الحكومة تستفيد أغلبية المهاجرين الجدد بوافقه على الوظائف ذات الرواتب الأقل اللي هي ابن البلد مش راضي فيها الأمريكي ما برضى بأقل من 20 أو 25 دولار على الساعة فانت لما تروح جديد وما بتعرف إشي أول وظيفة رح تقدم عليها رح تشتغل فيها وفي ناس بغلطوا وبيظلهم فيها طول العمر فرح تلاقي حالك بتقلي بورجر في مكدونالد أو بتكنس الشارع أو تبيع جرايد أو زي ما الناس ينفكر وبتأخذ 10 أو 12 13 أو 14 دولار على الساعة ونفكر أنه هاي أحسن فرصة ممكن تصحل لك مع أنك لو تصبر لما يصير معك خبرة أو لما تتعلم صنعة ثانية رح تقبل أكثر من هيك فهاي فايدة برضو بعض الناس بطلع على أمريكا وهو معاه فلوس في ناس بتجيب معها مليون وثنين وثلاثة وأربعة مليون دولار هذا ممكن يفتح دكان ممكن يفتح محطة بنزين ممكن يفتح أي بزنس ويشغل أولاد البلد أنت لو بدك تفتح أي بزنس في أمريكا القانون بيجبرك أنه لازم تشغل نسبة معينة أمريكيين مش أنت عربي كل موظفينك عرب أنت هندي كل موظفينك قانون ما بنفع رحقول لك حط أكل خمسة أمريكيين في المشروع تبعك فأنت هيك رح تفيد أولاد البلد ورح تفيد البلد ورح تتفع الضرائب في سؤال بيقول لك طالما المرحلة الأولى سريعة بالكمبيوتر يعني ممكن تاخد جيكتين مثلا ليش ما يعلنوا عن أسماء المقبولين تفس السرعة ما سبب طول الفترة من شهر عشرة لشهر خمسة لحتى يعلنوا أسماء المقبولين في ناس فهمي الموضوع غلط أقول لك أمريكا بدها تعمل دعاية لحالها أو بدها تستكبر عن ناس أو بدها توري الناس أنه أنا صعب تقدم لي وأنا شايفي حالي وأنا كذا لا الموضوع مش هيك لأنه لو صار التجديم بسرعة والقبول بسرعة وأعلان النتائج بسرعة بكل بساطة كل الناس اللي في العالم رح يقولوا طب خلص خلي القرعة ثلاثة أربعة مرات بالسنة ليش بالسنة مرة فأنت رح تفتح عليهم باب مش رح يسكر السبب هو الالتزام أنك تتعود أنه مش رح يكون في تغيير على القوانين أنت بدك تيجي عندي حبس وممكن أن تأخذ إعدام وممكن أن يخرب بيتك من وراء كلمة قلتها أو واحد عملت له هيك عادي جدا في واحد بيقول لو عندي ولد من زواج سابق هل أستطيع إضافته طبعا تستطيع لما تنقبل في السفارة بدلك شو تعمل من الأسئلة الغريبة بيقولك أنا متزوج من إثنتين كيف سأقدم لهما على الهجرة لعلمك تعدد الزوجات ممنوع في أمريكا ويعتبر جريم عظمى ويمكن يصل سبعة أو حتى خمسة عشر سنة فإذا أنت متجوز ثنتين بدك تطلق واحدة وتطلع أنت والثانية على أمريكا عن جد بحكي ولو أنت قدمت لوحدة وفيما بعد عارفوا أنك متجوز ثنتين وتارك الثانية في بلدك راح تلتغى إقامتك وترجع لبلدك فإنت أصلا بالنسبة لهم زواجك من الثانية غير قانوني أصلا الغلطة اللي بعملها كثير من الناس بيقدم بإسم معين وهو ما عنده جواز سفر مثلا بيكتب ناصر بالإي لما يروح يستخرج جواز سفر لأول مرة بعطويا ناصر بالآي طب شو الحل؟ طبعا الكمبيوتر راح يرفضك لأنه فيه فرق بين الاسم اللي انت كتبته والاسم الموجود في جواز السفر فالحل قبل ما تعب الطلب أصلا روح طلع جواز سفر شو ما هو مكتوب في جواز سفر بتنقلوا بالحرف في الطلب فيه ناس بيقولوا طب أنا المرة الماضي قدمت بنفع أقدم المرة هاي بنفع أتقدم مئة مرة وربعات لكن اوعد حط الصورة تبعت السنة الماضية لأنه كل مرة لازم صورة جديدة لم يكن قد مضى عليها أكثر من ستة شهور فلو حطيت نفس الصورة تبعت السنة الماضية ما رح تنقبل لو انت متدين ملتحي لو انت بنت محجبة لو انت منتمي لتنظيم محظور في بلدك بس قدم انت مثلا من الإخوان المسلمين انت من اشتراكيين شيوعيين ما بعرف شو هذا التنظيم في بلدك محظور لكن فيش مشاكل بينه وبين أمريكا فبتقدر تقدم ما في مشكلة ما قلهم دخل في المشاكل اللي بينك وبين حكومة بلدك فيه ناس بيقول لازم أخر زوجتي وأولادي لازم تسجلهم بالطلب تقدر تخذهم معك وبتقدر تسبقهم وهم يلحقوك لكن انت المين قبلك انت أو انت المقدم الرئيسي وهم متابعين ما بنفع يروحوا قبلك هناك لكن لا تكذب وتكتب في الطلب أنا أعزب وانت متزوج لانه لو روحت هناك رح يكون صعب جدا انك ترجع تضيفهم على الطلب لو انت مطلق والأولاد مع أمهم كيف بدي أصورهم بالعربي اتصرف أمريكا مش مشكلتها انه عندك مشاكل اشرح لطليقتك بالعجل انه بديك مصلحتهم انه أنا بتطلع للمستقبل انه أنا بتطلع لقدام بديهم على الأجل ليوخذوا جنسية تنفعهم لقدام وهكذا حط وسطات جيب ناس بمون عليها دبر حالك بعض الأمهات بتكون حامل بتقولك أنا مثلا حامل بالرابع أو بالخامس لو بدي أولاد بعد أربع شهور كيف بدي سجله هذا الولد اكتبأ أولادك الموجودين والمولود الجديد إذا انقبلته بتقدر تضيفيه على الطلب طب لو الولادة بعد أسبوع مثلا انت مثلا بلش التقديم أربع عشرة انت عشرة أو 11 أو 12 الشهر رح تولدي استنى أربع خمسة أيام لما تولدي عم بالطلب بكل بساطة وكتبأ أسماء أطفالك الجديم والجديد طيب أنا معي باكالوريس لو كان اسمي في جواز السفر مختلف عن اسمي في شاهدة الباكالوريس إيش بعمل شوف أنه أرخص وجدده أنا صارت معي كان اسم أبوي في جواز السفر ناصر بالإي وفي شاهدة الجامعة ناصر بالآي فقلت بدل ما جدد الجواز بخمسين دينار جدد شاهدة الجامعة بسدة نانير وروح اتخيرت شاهدة الجامعة فقلت لهم أنتو عاملين غلط هاي هويت وهي جواز السفر هذا مش اسمي سدة نانير وجددتها وتنساش أنه لو عدلت اسمك أو اسم أبوك أو جدك في جواز السفر بدك تعدل في جواز السفر أبناعك فأنت بحكي عن 6-7 وثائق مش وحدا اللي عنده أي سؤال عن هجرة القرعة العشوائية لأمريكا لكل الناس يكتب لي تحت بالتعليقات ممكن نعمل جزء ثاني من هذا الفيديو واستنوني في الفيديو الجاي رح نحكي فيه عن مشاكل شائعة تحصل مع أغلبية الناس عند تعبئة طلب القرعة العشوائية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس خليه الكل مش مخصصة عشان كل ما أنزل الفيديو يوصلك وادعو أصحابك للقناة حتى لو بيحكوش عربي فيديوهاتنا مترجمة لأكثر من 13 لغات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة